موسيقى في التحليلية من الميادين مع تصاعد الكباش الصيني الأمريكي قمة أسيان تنطلق تحالفات جديدة أم ترسيخ القائم في ظل أزمتين ميانمار وبحر الصين الجنوبي المعقدتين هل تساعد أسيان في ضبط الصراع الصيني الأمريكي أم تسهم في توطيره أكثر تسريبات عن صراعات تثير جدلا داخل حركة النهضة في تونس أزمة جديدة تربق المعادلات القائمة هل يؤشر التسريب الصوتي إلى وجود أزمة تصدعين داخل حزب النهضة؟ وإلى إن أين يمكن أن يفضي صراعه داخل الحركة؟ هدم المقابر التاريخية في القاهرة بين الإزالة والتطوير كيف يمكن إنقاذ التراث؟ بعض الجدل الواسع الذي أثارته عمليات الإزالة والهدم تحركات حزبية ونقابية وفكرية رافضة كيف ينظر إلى القضية؟ في وثيقة اليوم برمجيات جديدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي قد تؤثر في نزاهة العمليات الانتخابية قلق من أن يؤدي استخدام هذه التقنيات في الانتخابات إلى التضليل كيف يمكن التخفيف من المخاطر؟ وفي قضية اليوم حملات واتهامات ضد باب الفاتيكان فرنسيس كيف تتربص الإمبريالية الإلغائية بكل من لا يتوافق مع الأجندات الغربية؟ لهجة عدائية وستار حديدي يفرضان على أي رأي يعارض عقيدة الغرب كيف يجري تجاوز الأعراف لصالح الأيديولوجيات السياسية؟ أزمة بحر الصين الجنوبي وميانمار على طاولة البحث والنقاش في قمة أسيان لدول جنوب شرق آسيا وفي ظل التجاذب الأمريكي الصيني يقول الرئيس الأندونيسي أن المنطقة يجب أن لا تتحول إلى ساحة صراع دولي على مسافة قريبة من بحر الصين الجنوبي تُعقد قمة دول جنوب شرق آسيا آسيان حيث يشكل هذا البحر أحد أبرز عنوين النقاش فيها هنا في العاصمة الأندونيسية جاكارتا تشارك الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا إلى جانب دول آسيان في محادثات يغلب عليها الطابع الأمني والاقتصادي حيث تسعى من خلالها الولايات المتحدة لدفع بكين إلى التراجع عن سيادة بحر الصين الجنوبي لكن بكين وجهت تحذيرا إلى واشنطن بشكل غير مباشر من أي محاولات لتقويض السلام في المنطقة وهو ما ألمح إليه كذلك الرئيس الأندونيسي رافضا تحويل المنطقة إلى ساحة صراع دولي إن اتجاه آسيا واضح لكي تصبح مركزا للنمو ولديها الكثير لتحقيق ذلك لكن يجب أن تكون موحدة وأن تكون شجاعة ومارنة وبعيدا عن ذلك تحتاج رابطة دول جنوب شرق آسيا أيضا إلى استراتيجية تكتيكية طويلة الأمد بحر جنوب الصين يقع غرب المحيط الهاد وهو معبر لنحو ثلث الشحن البحري في العالم يختزن كمية كبيرة من الغاز والنفط ويشكل معبرا تجاريا وعسكريا هاما ما يجعله ملفا حساسا في صلب الصراع الدولي أزمة ميانمار هي الأخرى أحد العنوين الأساسية والصعبة على طاولة البحث فيحاول أعضاء الرابط جاهدين التوصل إلى موقف موحد حيالها في ظل تصاعد أعمال العنف نتيجة الانقلاب العسكري الذي أطاح حكومة بورما منذ عامين وكانت أندونيسيا قد حضت المجلس العسكري هناك على تطبيق خطة التوافق لإنهاء النزاع دول جنوب آسيا بموقعها الجغرافي هي محط اهتمام للأطراف الآسيوية هذا ما دفع حتى بكوريا الجنوبية إلى المشاركة بالقمة بشخص رئيسها وكانت اليابان في وقت سابق قد أعلنت أنها ستستضيف قمة بمشاركة دول آسيا ونفتح نقاش مع محلل الميادين لشؤون الأمنية والعسكرية شار أبي نادر نرحب بحضرتك حضرة العميد اليوم كيف يمكن تلمس عناصر الصراع الاستراتيجي ما بين واشنطن وبكين انطلاقا من ملفين ميانمار وبحر الصين الجنوبي عفوا هما ملفين رئيسيا نعم مساء الخير نتكلم عن الملفين الأساسيين اللذاني هم على جدوى الأعمال طبعا هناك ملفات أخرى ولكن هذين الملفين يحزين بالأغلب الاهتمام نتكلم بداية دينا عن ملف بحر الصين الجنوبي هو مشروع خلاف خلقته الواشنطن أو الويتم المتحدة الأمريكية بين أغلب دول هذا الحوض حوض بحر الصين الجنوبي نتكلم عن الفلبين عن فييتنام عن ماليزيا والصين السبب طبعا ليس الخلافات الخاصة يعني الويتم المتحدة الأمريكية هي غير مهتمة بملكية جزر معينة خلافية مع الصين مع هذه الدول ما يهمها في البعد استراتيجي هو الممار الرئيسي استراتيجي في بحر الصين الجنوبي والذين لا تريد أن يكون من ضمن ملك الصين أو من ضمن المياه الإقليمية أو المياه الاتصادية الخالصة للصين هذا هو لب الصراع في هذه النقطة الأساسية الملف الآخر ملف مياه المار أيضا بلايات المتحدة الأمريكية لا يهمها أن هناك معارضة وهناك جيش يحكم وهناك تسلط وهناك حقوق للمسلمين حقوق الروهينجا وما شابه ولكن في دول أخرى يعني الويتم المتحدة الأمريكية لا تأخذ بعين اعتبار حقوق الأقليات المسلمة وغير المسلمة الخلاف الرئيسي هو أيضا على موقع مياه المار أستراتيجي هي منطقة برية تستطيع أن تقطع مشروع الحزام والطريقة البري لأنها تربط الصين بالواجهة الشمالية للمحيط الهندي تفصل الهند عن دول جنوب شرق آسيا كل هذه النقاط استراتيجية في ميانمار هي عين هذا الصراع بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية خالد أبو عرب مرسل الميادين في القاهرة نرحب بك خالد اليوم تأتي هذه القمة على وقع تجاذبات خلافات وأيضا تموضعات وتموقعات جديدة وعلى وقع هذه المتغيرات في العالم وأيضا تموضعات الجديدة وهناك تخوفات أين موقع مصر من كل هذا؟ نعم تحياتي لك دينا ولكل الزملاء والمشاهدين بداية بالنسبة لمصر إذا ما تحدثنا عن التغيرات والتموضعات الجديدة فمصر دائما ما تتخذ مبدأ الحياد يعني تنجو من خلاله بعيدا عن فكرة الاستقطابات الدولية تترك مسافات واحدة بين الأطراف خير مثال لذلك الحرب الروسية الأوكرانية يعني مصر لم تتخذ موقفا بعينه تجاه طرف على حساب الآخر لأن هذا ينعكس عليها اقتصاديا بالتأكيد وتحاول من خلال هذه الأزمات التي تعاني منها أصلا يعني ولعل أبرز هذه الأزمات الملف الاقتصادي الحرب الروسية الأوكرانية على سبيل المثال أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري مصر تحاول توفير سلاسل وامدادات الغذاء هناك أزمات أيضا متعلقة بالمنتجات التي كانت بسبب هذه الأزمة الكبيرة هناك أيضا تغيرات دينا على المستوى يعني الإقليمي هناك أيضا الأزمات التي تعاني منها مصر باتجاه ليبيا والسودان التغيرات التي تحدث في هذه المنطقة أثرت بشكل كبير على مصر بالتأكيد يعني دينا هو مبدأ الحياد تنأى به مصر يعني تنأى بنفسها لا تتخذ موقف على حساب الآخر وهو المبدأ الذي تتبع في كثير من الملفات والمواقع طيب عميد شال اليوم في ظل هذه التجاذبات تجاذبات الكبيرة ما بين واشنطن وبيكين في ملفات عديدة بشكل عام في شرق آسيا أي طرف من الطرفين يمتلك عنصر القوى والسيطرة صحيح في ظهر دينا أن الولايات المتحدة الأمريكية خلقت مروحة واسعة من التحالفات في تلك المنطقة وهي دول قوية يعني نتكلم عن أستراليا عن الهند نتكلم عن كوريا الجنوبية نتكلم عن اليابان أغرى دولة الجنوبية بحر الصين الجنوبي ولكن يبدو اليوم أن الصين استطاعت ومن خلال التحالف الضمني والذي بدأ يظهر إلى العالم بشكل كامل لأن اليوم هناك تواصل بين روسيا وكوريا الشمالية في الموضوع العسكري هذا السلاسي الدول في الموضوع النووي الموضوع العسكري الموضوع الردعي استطاع أن يثبت نفسه بمواجهة التحالفات الأمريكية هذه النقطة أصبحت لصالح الصين في هذا الموضوع في البعد الاقتصادي وهو الأهم أيضا لا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على اللحاق بالصين امطلاقا من قدرات الصين الاقتصادية الضخمة والتي تستطيع أن تضغط بالترهيب وربما بالترهيب لهذه الدول الضعيفة والتي هي أيضا موجودة ربما في السياسة الأمريكية أو في الأجندة الأمريكية ولكنها اقتصاديا تستطيع الصين أن تضغط مباشرة وأن تستميلها لها في موضوع منظمة شانجهاي منظمة كل هذه المنظمات التي تستطيع الصين إذن اقتصاديا معسكريا يبدو أن الغلبة تسير باتجاه تحالفات التي تدينها في الصين تقريبا تسريبات صوتية منصوبة إلى نائب رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الوانيسي تثير جدلا واسعا في تونس وفيما تزامنت التسريبات مع انعقاد مجلس شورى حركة النهضة سارعت عدة شخصيات إلى نفي ما جاء فيها فيما تحدث مراقبون عن صراعات داخل حركة النهضة في المرحلة المقبلة مع كل أزمة تعود حرب التسريبات الصوتية من جديد وعنوان هذه الأزمة أو هدفها الرئيس الموقت لحركة النهضة منذر لونيسي تسريب تؤكد الصحافية شهر زاد عكاشا صحة ما جاء فيه من عبارات لا أخلاقية وكشف عن صراعات النهضة الداخلية فيما يؤكد لونيسي أنه كان ضحية مؤامرة لضرب مساعيه في إصلاح الحركة بعيدا عن أخطاء قياداتها التاريخية بالشكل دعزة أنه أنا بيدي شكيت في روحي معناها في صوتي بالنسبة لين هذا المؤتمر في حد ذاتي لا يمكن أن يكون مؤتمرا للتخلي عن القيادة الشرعية بكل وضوح قد على اللساني أنا هذا المؤتمر هو تثبيت لخط المقاومة تثبيت للخط السياسي للحركة تثبيت للتمسك بالقيادة الشرعية أو لا يكون مصير النهضة ومؤتمرها المرتقب باتا عنوان تصدع داخلي بين عدة أجنحة داخل الحركة سواء من كان فيها مواليا للقيادات في السجون أو من يريد إدارة الحزب وهو متحصن في الخارج حيث التجأ أو من يرى أنه نظر في الحزب لعشرات السنين ولم تكن له يوما كلمة مسموعة النهضة مخترقة منذ عشرات السنين وهم يعلمون ذلك لما كانوا في السجون وفي المنافي في الثمانينات وفي التسعينات وبعد 2011 وقع اختراق هو الدليل أن تلك الاختراقات نجحت في إقناع الجناح من قيادات النهضة بأن تصبح حليفا لرموز النظام السابق ورموز المال الفاسد بل أن التوظيف وقع لبعض الرموز التاريخية لضرب المناظلين الذين صمدوا طوال عشرين عاما حسابات النهضة الداخلية لن تكون وحدها من يحدد المشهد المرتقب فقد يكون للقضاء كلمة فيما يتعلق بعقد المؤتمر من عدمه ما يعني عودة الحزب إلى السرية أو تواصله بنسخة معدلة تقصي أبرز الأسماء التاريخية المؤسسة للحزب مع كل أزمة تاريخية عرفها الإسلاميون في تونس مع السلطة تبرز التصدعات والخلافات وتنصحب أسماء وتلتحق أخرى فهل النهضة اليوم بصراعها مع السلطة وصراعاتها الداخلية تعيش أزمة ولادة جديدة أم أنها تعيش أزمة تشض للحزب إلى أحزاب عماد اشتار تونس الميادين ويبقى معنا زميل عماد اشتار مرسلنا من تونس نرحب بك عماد نبدأ من الشق الثاني من السؤال الذي طرحته في الختام اليوم هل يؤشر هذا التسريب الصوتي إلى وجود أزمة تصدع داخل حركة النهضة وإن صحت ما هي أسبابها نعم دينا نحن لا نخوذ في التسريب الصوتي وفي مسألة صحته من عدمها هذا مسألة موكولة إلى الاختبارات لكن التسجيل تضمن يعني التلفظ بعبارات نابية ربما لتشويه صورة رئيس الحركة أو لفضحه إن كان هو صاحب الصوت وهو تنصل من هذا الأمر وقال بأنهم استخدموا الذكاء الاستناعي في تقليد صوته هذا التسريب بقطع النظر عن صحته من عدمها هو يؤشر إلى أن الصراعات الداخلية خرجت إلى العلن تؤكد وجود صراع أجنحة حقيقي داخل الحزب العنوان الرئيسي هو السيطرة على الحزب والسيطرة على تنظيم المؤتمر المقبل ومخرجاته بدأت عملية محاولة إبعاد رئيس المؤقت الحالي حتى اتهامه بأنه يمثل أو هو عنوان اختراق من السلطة التنفيذية داخل الحزب الأصوات التي كانت داخل الحركة خافتة في الفترة الماضية لا تتحدث عن انقلاب السلطة ولكن تتحدث عن معارضة السلطة أو التصالح مع السلطة تم توجيه خطاب التخوين نحوها والحركة اليوم تحاول إبعاد بعض الأسماء تحجيم أو حضوظ بعض الأسماء لربما التهيئة لمؤتمر على المقاص بالنسبة لجناح ما دون آخر هذه الصراعات بالمناسبة ليست وليدة اللحظة هي نتيجة المؤتمر السابق الذي كان فيه تعصف بالرأي للغنوشي والقيادات المحيطة به لتواصل الخلافات خلال المؤتمر وبعده مما دفع أكثر من مئة قيادي إلى الانسحاب من الحزب وهي اليوم تلقي بذلالها بعد سلسلة الاعتقالات التي طالت قيادة الحزب ووضعت مصير الحزب في حالة الشغور من عدمه هنا يطرح السؤال حول مستقبل الحزب وهو سؤال الكبير المطروح أيضا العميد شار أبي نادر اليوم بمعزل عن صحة هذه التسريبات من عدمها لماذا تستهدف الكيانات والأحزاب السياسية ذات الثقل والحيثية بشكل عام في كل العالم تحديدا في فترة ما قبل الانتخابات بهذا الشكل نعم دينا هذه الظاهرة واضحة وهي معروفة أصبحت في العالم في كل الدول حتى الدول التي تدعي نفسها أنها الديمقراطية دول أوروبية الولايات المتحدة الأمريكية حتى في إسرائيل مثلا كل هذه الدول المرحلة التي تسبق الانتخابات نشاهد أن الإشاعات والفضائح المتعلقة بمجموعات معينة لها سقل سياسي أو لها سقل وجودي على الساحة كل هذه الدقطة يمكن طبعا لديها بعد داخلي يعني كما أشار الزميل أمار في موضوع الخلافات الداخلية ولكن البعد الخارجي الأساسي من الناحية التقنية هو أساسي في هذا الموضوع هناك تطبيقات عالمية معروفة في التنصت وفي التشويش وفي تركيب العبارات والكلمات والأصوات كل هذه النقاط تأتي لخدمة أجندات الغربية من ضمن الحرب الناعمة التي تمارس على الدول بشكل عام لتوجيه الرأي العام ضد فئة معينة أو لتوجيهها الرأي العام مع فئة معينة نضيقا هذا الموضوع نحن أمام هذه الظاهرة بشكل كامل تقريبا في تونس اليوم حول مستقبل الحركة النهضة هو ما ترحته منذ قليل عماد أيضا صراع الخلافة داخل هذه الحركة إلى أين من الممكن أن يفضيه في تذكير بسيط أريد أن أعود إلى الماضي قبل أن أذهب إلى المستقبل ليست هذه الأزمة الأولى التي تشهدها الحركة الإسلامية في تونس عرفت العديد من الأزمات والصدام مع السلطة والملاحقات القضائية والمحاكمات كان هناك حتى أحكام بالإعدام طالت بعض القيادات والحركة تمكنت من الاستمرار والتواصل تلتة أربعين عاما بالعمل السري واليوم هي مهددة يعني هي ممنوعة من النشاط السياسي وربما ممنوعة مهددة بقرار قضائي يمنعها من الاستمرار في العمل هناك اليوم جدل داخل الساحة من داخل الحزب ومن خارجه أين ما هي المآلات ما الذي يمكن أن يذهب إلى الحزب في حال منعه من النشاط هذا الحزب سيتشضى إلى أحزاب بعنوين جديدة بمكونات جديدة سيتكون بمكونات جديدة ولكن إن استمر بالعنوان القديم الرئيسي وبالتركيبة القديمة الأكيد هذه التركيبة ستقصي يعني العديد من الأسماء التاريخية ستدخل في حركة مراجعات وحركة تصحيحية اليوم ما تسرب عن الرئيس المؤقت وربما كان سببا في إطلاق هذه الحملة تجاهه أنه تحدث عن حزب يعني جديد بسياسة جديدة لا يكرر أخطاء الماضي وبالتالي يعتبر بأنه يدخل في صفحة جديدة ويقطع مع سياسات الماضي هناك قيادات قديمة ما يسمى بالسقور داخل الحركة تعتبر بأنها هي المتحدثة باسم الحزب والمقررة لمصيره وهنا نسأل أين الديمقراطية الداخلية داخل الحزب وهل كان أمرهم شورى أم كان الغنوشي ومن معه هم فقط يستأثرون بسلطة القرار داخل الحزب والبقية لا حول لهم ولا قوة تفضل أما الآن فإلى فقرة وثيقات اليوم هل ينبغي القلق من خطر الذكاء الاصطناعي على إراء الناخبين ونزاهة الانتخابات وسؤال طرحته مجال ذا إيكونوميست في تقرير لها ولسيما مع اقتراب إجراء الانتخابات في الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وإندونيسيا والمكسيك وتايوان العام المقبل سام ألتمن وهو رئيس التنفيذي للشركة المنتجة لتشات جي بي تي أعرب أمام مجلس الشيوخ الأمريكي عن قلقه من استخدام الذكاء الاصطناعي للتدخل في نزاهة الانتخابات وقد يؤدي إلى التضليل وإلغاء الوظائف أما المجلة فتقول إنه حتى قبل ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي كان التضليل يمثل مشكلة في الديمقراطيات المختلفة وكدت أن هذه التقنية لن تكون قادرة على إقناع الناخبين في قضايا سياسية مهمة مثل تحديد هوية الرئيس الذي يريدون انتخابه المجلة أشارت كذلك إلى أنه قبل عامين كان الناس قادرين تماما على نقل جميع أنواع الأفكار المدمرة بعضهم إلى بعض وتوقعت أن تشوب حملة الرئاسة الأمريكية لعام 2024 معلومات مضللة بشأن سيادة القانون ونزاهة الانتخابات وذلك بسبب المرشحين أنفسهم للبرامج وفي ملفات التحليلية أيضا في منطقة جبانة القاهرة التاريخية مقابر يعود تاريخها إلى مئات السنين بعضها يواجه أعمال هدم والبعض الآخر لا يزال مهددا والهدف إنشاء محاورة مرورية كما تقول الحكومة هي قضية لا تزال تثير جدلا واسعا في مصر هنا منطقة جبانة القاهرة التاريخية تضم مقابر لأجال متعاقبة من رموز أبناء مصر ممن أسهموا في نهضتها الثقافية والحضارية والدينية كما تضم كنوزا معمارية فريدة تحاكي حقبا زمنية من تطور العمارة الجنائزية الممتدة منذ مصر القديمة كما قبر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة وغيرهما فيما يواجه بعضها في الآونة الأخيرة أعمال هدم والبعض الآخر لا يزال مهددا تقول الحكومة إنها بصدد إنشاء محاور مرورية جديدة ضمن خطة تطوير الطرق الأمر الذي أثار جدلا واسعا وتحركا برلمانيا وحزبيا لمحاولة إنقاذ ذلك التراث التاريخي كان هناك بيان فالحزب للشراكي المصري وأنا عضو في هذا الحزب كان من أوائل الأحزاب التي وقعت على هذا البيان وأيضا أشخاص عمنا وأحزاب كثيرة وقوة كثيرة تخافوا على هذا التراث وتطالب بحمايته وتدين هذا الهدم الحكومة المصرية نفت في وقت سابق أن يكون الهدم قد طال مقابر أثرية مؤكدة حرصها على الحفاظ على الآثار بأشكالها كافة كما وجه الرئيس المصري بإنشاء مقبرة للخالدين ينقل إليها رفاتهم لكن متخصصين يرون أن القيمة التراثية لا تقل أهمية عن القيمة الأثرية مطالبين بضرورة الحفاظ عليها مسألة بما مسجل أثر وغير مسجل أثر أعتقد أن هذه الكلمة يجب أن يراعى كثرة قولها نشوفها بتكرر جدا جدا على ألس من المسؤولين نحن لا نهدم أثارا لما نجيش ناحية الأصار أصلا مش مسجل أصار كل حاجة مش مسجل أصار تبقى مباحة أو مستباح يجب الأمر أن يغضع لدراسة أكثر من ذلك وإلى تروي ويعاول كثيرون على أن يصل أعضاء اللجنة التي شكلتها الحكومة المصرية من متخصصين في التخطيط العمراني والحفاظ على التراث إلى سبل لإنقاذ الجبانات التاريخية برغم إزالة بعض المباني والمقابر لا تزال القاهرة التاريخية تحتفظ بطراز معمري مميز ومع استمرار عمليات الهدم في الأونة الأخيرة يخشى متخصصون أن يمحى جزء من تاريخ تلك المنطقة التاريخية الذي لا يعود خالد أبو عرب القاهرة الميادين ويبقى معنا الزميل خالد أبو عرب خالد اليوم بعض هذه المقابر وكما ذكرت في التقرير أيضا لازال مهدد بالهدم فما مصير هذه المنطقة التاريخية وأيضا كيف ينظر إلى هذه القضية نعم دينا بداية الجدل بدأ عندما أعلنت الحكومة عن عزمها إنشاء محور مروري جديد سيتشابك مع منطقة القاهرة التاريخية هذه المنطقة التي يقول متخصصون أن جدران هذه المنطقة أخضر من دول بعينها هذه المنطقة تضم عدد كبير من المقابر كمقابر منطقة الإمام الشافعي ومنطقة السيدة نفيسة وغيرهما هناك أصوات بالتأكيد رافضة لهذه العملية الهدمة المستمرة لهذه المنطقة لأن هذه المنطقة تحتوي على مقابر لعديد من الرموز المصرية التي ساهمت في النهضة الثقافية والسياسية والدينية وغيرها يعني تحتوي على عدد كبير من الأدباء والمثقفين والساسة ورجال الدين أيضا هناك جدل كبير كان على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشرع المصرية أيضا كان هناك تحركات على أكثر من مستوى سواء حزبية أو برلمانية أو نقابية يعني ينددون بهذا أو هذه العمليات المستمرة لهذه المنطقة التاريخية الحكومة تسعى إلى التنمية هذا من حقها ولكن يقولون أنه ليس على حساب التراث الحضري المصري الذي لا يعوض بالتأكيد طيب أعماد الشتارة هل يستدعي حل أزمة مرور أن يتم ببناء جسور طبعا أن يتم هدم مناطق أثرية وتاريخية وحضارية يعني هل يستدعي التطوير الدوس على كل معالم التاريخ والحضارة مصر اليوم هي وليدة مصر الأمس وفي هذه المقابر هناك شواهد لقبور شخصيات تاريخية ومفكرين أسسوا لمصر اليوم ووضعوا مصر في المرتبة التي هي فيها بفضل ما أسهم به من إسهامات فكرية ونضالية وما إلى ذلك وبالتالي الدوس على هذه القبور وإزالة شواهد قبور هذه الشخصيات من الوجود هو محاولة لمحو صفحات من تاريخ مصر من أجل ربما تقديم وجه معاصر للعاصمة المصرية أنا فقط أريد أن أشير لو كان الأمر تعلق بمقبرة أو مقبرتين أو عشرة كان الأمر المصلح العامة تقتضي أن نذهب فيه لكن حينما نتحدث عن حوالي 2700 مقبرة سيتتم إزالتها نتحدث هنا عن مشروع لتغيير وجه مصر والبحث عن رصيد عقاري حتى على حساب التراث وعلى حساب المقابر وعلى حساب الشخصيات التي كانت سببا في إيجاد مصر اليوم بفكرها بسعيدها بإسهاماتها أعتقد أن المشروع كبير وهناك مصلحة استثمارية وراءه وربما قد تكون الرهان اللاحق هو الأحياء العشوائية المحيطة بالقاهرة تغيير وجه القاهرة يجب من خلال إخفاء ربما وجه يرونه أو يعتبرونه قبيحا في وجه مصر خالد الاعتراض على الوضع القائم في مصر لم يقتصر على بعض المفكرين والشخصيات العامة والأحزاب إنما كان هناك أو وصل إلى لجنة حصر المباني التراثية عبر تقديم بعض الاستقالات بالضبط ما الذي يجلي في الكواليس؟ نعم يعني بالنسبة للجنة حصر المباني يعني كان هناك عدد من الاستقالات المتتالية بدأها يعني السيد أيمن ونس وهو من أقدم الأشخاص المهندسين في هذه اللجنة يعني حينما استمرت عمليات الهدم يعني اللجنة اعترضت أكثر من مرة على هذه العمليات المستمرة للهدم ولكن لا يؤخذ برأيهم أو استشارتهم فلذلك توالت عمليات الاستقالة ولكن هناك أيضا على الجانب الآخر دينا يعني ليس فقط لجنة حصر المباني ولكن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل الحكومة المصرية بأمر من الرئيس المصري منذ فترة قليلة هذه اللجنة تحتوي على متخصصين وخبراء ومتخصصين في التخطيط العمراني يعني قالوا أن هذه العمليات أو هذا المحور المروري يعني لم يكن له عائد كبير أو يعني بالنسبة للمقارنة بين التراث والتنمية يعني لا يمكن أن نقارن في هذه الحالة يعني فإذن الأحزاب والنقابات وأعضاء من البرلمان أيضا يعني اعترضوا على ما سموه تجاهل الأراء التي جاءت قبل اللجنة التي تم تشكيلها من الحكومة نعم خالد أبو عرب عماد الشتارة والعمي تشال أبي نادر شكرا جزيلا لكم فاصل قصير مشاهدينا نحلل بعده قضية اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعرض البابا فرانسيس لهجوم من مؤسسات وهيئات دينية أمريكية وسياسية أوكرانية هذا الأسبوع وذلك بعد انتشار مكالمة فيديو أجراها مع شباب كاثوليك في روسيا وصفهم فيها بأنهم ورثة الأم العظيمة روسيا وثقافة عظيمة وتقليد إنساني عظيم خطابات التنديد بمواقف البابا بدت جاهزة ومنصقة وتكشف مرة أخرى صلف العقلية الغربية ولا سيما تجاه أرفع مقام ديني مسيحي في العالم يريد ببساطة التعبير عن رأيه بالتاريخ الستار الحديدي المفروض على أي رأي يعارض عقيدة الغرب والولايات المتحدة تحديدا أو يختلف معها أو مع أحد مكوناتها السياسية والعسكرية والدينية يمتد ليطول رأس الكنيسة في الفاتيكا لمجرد وصفه روسيا بالأم العظيمة والثقافة العظيمة ثارت الإمبريالية الأمريكية وملحقاتها في المؤسسات الدينية ووصلت الحملات ضد البابا فرانسيس إلى المحافظين الأمريكيين الكاثوليك لانتقاضه بعضهم ووصفهم بالتخلف فيما هم يعدون أنفسهم كاثوليكيين أكثر من البابا بحسب الواشنطن بوست ويعتقد كثيرون منهم أن بإمكانهم انتظار رحيل فرانسيس وأن البابا المقبل سيمثل عودة إلى اليمين في روما أوكرانيا لم تتأخر عن المشاركة في الحملة فاستنكر متحدث باسم الحكومة ما زعم أنها دعاية إمبريالية روسية اللاجة العدائية وتجاوز العراف والقيم ما يزال مواقف في الولايات المتحدة بعد اتهام البابا بعد زعماء الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية بالتخلي عن المذاهب المسيحية لمصلحة الأيديولوجيات السياسية اتهامات جاهزة وتوصفات مدروسة صدرت من دون مراعاة موقع البابا الديني والمعنوي ومن دون التطقيق أو البحث عن مقاصد رأس الكنيسة فيما خص تقديره للأمة الروسية ولسيما أنه سارع إلى التوضيح بأنه لم يكن ينوي تعزيز الطموحات الإمبراطورية لأي شخص وأنما كان الأمر مجرد تشجيع للشباب الروسي على الترويج لأفضل ما في ثقافته اللافت هنا هو أن التهمة والهجوم جاهزان دائما ضد كل من يهاجم أجندات الغرب أو لا يتفق معها حتى ولو كان رأس الكنيسة الكاثوليكية والخطر أن الردود على البابا تجاوزت ساحة الجدل لتطول التشكيك فيه وتمني رحيله لإحكام القبضة على الفاتيكا هذا الفيض من الحقد والإساءة إلى البابا ليس وليد ساعته ولا يتعلق حصرا بتقييماته وتصريحاته الأخيرة عين النخب السياسية والدينية التي تتحكم في العقلين الأمريكي والغربي لا تتوقف عن التطقيق في توجهات البابا فرانسيس ولسيما من الحرب الأوكرانية فالبابا فرانسيس دعا مرارا إلى حل سلمي للحرب الروسية الأوكرانية وعرض الفاتيكا العمل بسيطا منذ بدء الحرب ما أثار حفيظة دعاة العسكرة والعدوان في واشنطن وكيف ونفتح النقاش مع محلل الميادين الشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي نرحب بك موسى هذه الانتقادات لبابا الفاتيكا لماذا تتكرر خصوصا قبل كاثوليك هل الأمر يتعلق بوصفه روسيا بروسيا العظيمة أم بموقفه من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أم للموضوع تقاطعات أخرى في الواقع الموقف الأمريكي المنتقد لبابا الفاتيكا فرانسيس ليس جديدا أو حديثا البسألة أو الأزمة تعود إلى بدايات وصول البابا إلى الفاتيكا عام 2013 بعد أقل من عام من وصوله بدأت الانتقادات تأتي من قبل الكاثوليك الأمريكيين وبتغطية أيضا من المحافظين الأمريكيين هذه الانتقادات جاءت على أساس التنديد الذي كان يقدمه البابا فرانسيس للرأسمالية وأيضا للتعاطي مع البيئة بشكل خاص ولسياسة الرأسمالية في البيئة وفي العالم بشكل عام هذه الرؤية تختلف تماما مع الرؤية الأمريكية أو رؤية الكاثوليك الأمريكيين المغطط باليون ليبرالية وأيضا المحافظين الأمريكيين الجدد إذن المسألة فيها نوع من التوجه نحو أكبر موقع في الكنيسة وهذا ينم عن موقف غربي واضح خصوصا إذا ما أخذ بعين الاعتبار الموقف الذي على أساسه نتحدث وهو الموقف أو الوصف الذي استخدامه البابا بروسيا العطبة هذا من هنا نستنتج بأن القوى الغربية الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة الأمريكية باتت تتبدى السياسة الغربية والاستفاف السياسي بشكل واضح لمكان للموقف الوسط لمكان للموقف الذي يلعو للسلام إنما لم تكن معنا فأنت ضدنا وعلى ذلك يمكن أن تكون خصما يندد به لكن منذر سليمان محلل الميدين للشؤون الدولية والاستراتيجية أن يقود المحافظون الأمريكيون الكاثوليك في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الهجمة الشرسة ضد البابا ما الذي يعنيه ذلك؟ لقد أوفى الزميل موسى حول بعض الجوانب في هذا الموضوع ولكن بالتأكيد كان هناك اختلاف في طريقة التعاطي الأمريكي مع البابا خاصة هذا البابا الأخير لأنه صدر التصريحات له ويمكن التذكير بتصريح شهير حول ترامب قبل أن يتبوأ ترامب الرئاسة قال أن الشخص الذي يفكر في بناء الأسوار ولا يفكر في بناء الجسور ليس مسيحيا طبعا اعتبر ذلك هل أنه يرفض اعتبار ترامب الذي هو كاثوليكي على فكرة من أب كاثوليكي فكان هذا مدعاة لانتقادات شديدة رغم أنه لم يقل البابا بأنه ليس مسيحيا بأن ترامب ليس مسيحيا الانتقادات مجيء من أصول أرجنتينية مجيء البابا ليس أوروبي ليس بالمنطق التقليدي الذي يرغب به المحافزون في الولايات المتحدة بالإضافة إلى بعض المواقف المتقاطعة دينيا وسياسيا وخاصة الانتقادات الشديدة يعني هو انتقد شركات الأسلحة انتقد الحروب دعا يعني في موضوع الهجرة تحديدا موضوع الأسوار الذي تحدثنا عنه بسبب مواقف ترامب من الجوار ومن الهجرة حتى في موضوع المثليين كان يعني البابا فرنسيس يعتبر أنها خطيئة وليست جريمة ولا يجوز التجريم وكانت بعض هذه التصريحات لا تلقى استجابة في الداخل الأمريكي خاصة أنه نائب الرئيس ترامب هو كأنه مبشر يعني يقوم ومحافز شديد المحافزة لذلك اتهامهم بالتخلف والرجعية أيضا لبعض والمواقف السياسية المتشددة كان أيضا وراء هذا الخلاف الذي ظهر بوضوح مسلم شعيت ومحلل الميدين الشؤون الأوراسية والدولية نرحب بك اليوم من الناحية الإيديولوجية كيف يمكن تفسير هذا الهجوم على بابا الفاتيكان مساء الخير إلك للمستمعين بالإضافة لما قاله الزميلان يبدو إضافة المسألة الإيديولوجية مهمة جدا في هذا الصراع حيث أن الولايات المتحدة بتخليها عن كل القيم وحكما القيم التي تمتلكها هي قيم مسيحية إن كانت كاتوليكية أو بروتستانتية حيث أغلب الديانة في الولايات المتحدة بروتستانتية تتناقض والكاتوليكية والإضافة إلى المعتقد الجديد الذي تحاول تعميمه الولايات المتحدة وهو الشزوز الشزوز يتناقض وكل القيم الدينية الأخرى وبالتالي التهجم على البابا هي فرصة من أجل نشر هذه المبادئ ونشر هذه القيم الجديدة واتهامه بكل اتهامات المختلفة الهدف منه هو الوصول إلى تعميم هذه الأوديولوجيا هذه الأوديولوجيا التي واضح تماما أن البابا أيضا لا يمكن إلا أن ينطلق منها لأنه يعاني كما عانى كل شعوب أمريكا اللاتينية من الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة بعلاقاتها مع الدول الأخرى تحديدا دول أمريكا اللاتينية وانطلاقا من ذلك نرى أنه هذا الصراع سيستمر ولن يتوقف عند حدوده سيستغلون أي فرصة من أجل ضرب الكنيسة بكل أشكالها لتعميم القيم الجديدة التي تتعارض وكل الديانات وتتعارض وأقوال البابا فرانسيس الأخير طيب موسى عندما يقول الكاثوليك المحافظون في الولايات المتحدة الأمريكية أن بإمكانهم انتظار رحيل البابا فرانسيس وأن البابا الجديد سيمثل عودة إلى اليمين في روما انتلاقا من هذا أي بابا يريد هؤلاء ربما يريدون بابا مشابه تماما إلى يوحن بولوس الثاني البابا الذي حكم الكنيسة منذ العام 1985 وحتى العام 2005 وكان محاربا شرسا ضد الشيوعية وساهمت مواقفه وخطبه بتعليم الرأي العام لسيما في الدول الشرقية وتحديدا في بولندا بسقط رأس البابا يوحن بولوس الثاني يريدون شخصا مثل هذا بعيدا عن المواقف الإنسانية الاجتماعية التي يطرحها اليوم البابا فرانسيس وفي هذا المجال ربما تمنيات الكاثوليك في الولايات المتحدة الأمريكية لن تصل إلى نتيجة على أساس أن الكاثوليك الأمريكيين لا يشكلون الجزء الكبير من الكاثوليك في العالم هم لا يتعدون الخمسة في المائة من الكاثوليك العالم والبابا الحالي البابا فرانسيس هو من سيقوم خلال المرحلة المقبلة بالتعيين الكراديل الجدد أي أن الانتخابات التي ستجري لاحقا بعد البابا الحالي بعد البابا فرانسيس ستكون مستندة إلى تعيينات البابا فرانسيس الحالية وبالتالي إذا استندنا إلى مواقف البابا فرانسيس فإن الكراديل الذين سيتم تعيينهم في المستقبل سيكون أو يتبنون على الأقل المواقف السياسية والاجتماعية والإنسانية. وبالتالي لا يمكن أو قد لا يتمكن الأمريكيون الكاتوليك من وجود أو من رؤية بابا يميني في الكنيسة في الفاتيكام. طيب منذر اليوم كيف يتجلى اختلاف سياسة الإدارات الأمريكية المتعاقبة مع الفاتيكام بحسب اختلاف نهج البابا وموقفه مع رؤية الولايات المتحدة الأمريكية. وموسى ذكر مثال عن البابا السابق. يعني منذ الرئيس ويلسون تقوم زيارات يقوم الرئيس الأمريكي بزيارة تقليدية للبابا. وشهدت العلاقات يعني علاقات جيدة وتنسيق على مستوى السفارات الأمريكية مع البعثات الدبلوماسية للفاتيكان. ويبدو واضح أن الرؤساء الديمقراطيون عموما منذ رئيس كينيدي الذي كان أول رئيس كاثوليكي إلى أوباما تحديدا كانت أفضل العلاقات قائمة. وخاصة مع البابا فرانسيس. الذي لعب دور وسيط بين الولايات المتحدة وكوبا في عودة العلاقات الدبلوماسية. التي أطاح بها لاحقا بعد أن أتى ترامب. الواضح أنه كان هناك أدوار لأيضا خلال إدارة ريجن. وتم الإشارة إلى يحنى الثاني. من أصول بولندية. بأنه بالفعل كان أحد ألوية الرئاسة الأمريكية في عهد ريجن. محاربة الشيوعية وموضوع إزالة جدار برلين. وبالتالي وجدنا أنه حتى وليام كيسي رئيس الاستخبارات الأمريكية كان يعمل جاهدا وينسق. وزرعت المخابرات الأمريكية معاونين في داخل الفنتيكان. وكانوا يتنصطون. وعلى فكرة ثبتها من بعض المصادر بأنه عندما يجتمع الكرادي إلى حوالي 150 كاردنال لانتخاب البابا. يتم محاولة منع إمكانية الوصول إلى أي استماع. ومع ذلك الشركات التقنية الأمريكية والاستخبارات الأمريكية كانت تعتمد على بعض الأشخاص في الوصول إلى معرفة طبيعة المدولات التي تجري في داخل المجمع الكاردنالي لانتخاب البابا. طيب. مسلم فعليا هل من خلفيات سياسية لتصريحات البابا هذه؟ نعم. الخلفية الأساسية هي سياسية. نحن لا يجب أن ننسى أنه كما قلت من أمريكا اللاتينية وعند قوله بناء الجسور هي أفضل من بناء الحواجز البشرية بالإضافة إلى أنه أول من عقد اللقاء مع الكنيسة الأرتودوكسية كان في كوبا. واختياره لكوبا هو واضح تماما. اختياره لأمريكا اللاتينية واختياره المنحاز ضد سلوك الغرب الذي لم يستطع بكل تاريخه بناء علاقات جيدة مع الأرتودوكس. بالإضافة إلى أنه مخاطبته للشبيبة في روسيا في مدينة سامترسبورغ والتحدث عن عظمة روسيا لأنه يعرف تماما هي الدولة الوحيدة التي تعتنك المسيحية بشدية والتي تقف دائما ضد الإنهيارات والتي كانت دائما مع التقاليد والقيم والعداد وهو يؤمن بها لكنه لا يستطيع إلا من خلال الاستنجاد بطرف آخر سياسي. وهذا ما حصل من خلال توجيه رسالته والذي على أساسه تعترض القوى الأخرى إن كان في الولايات المتحدة أو في ألمانيا يعني في ألمانيا حتى الكنيسة الكاثوليكية هناك تطالب باعتراف بالشزوز وهو يتناقض معها بشكل واضح وجد مبررا هذه المسألة لكي يرسل رسالة ويقول أعود إلى تاريخ روسيا العظيمة الذي كانت تتصدى حتى الحملات الصليبية بالمناسبة. طيب موسى كيف يمكن توصيف علاقة البابا فرانسيس بالأوروبيين؟ هل هي مختلفة عن واقع العلاقة مع الأمريكيين أو بالأمريكيين؟ نعم إلى حد بعيد لكن الكاثوليك الأوروبيين يحتفظون باحترام واسع للبابا للفاتيكون بشكل عام خلافا للكاثوليك الأمريكيين ولكن هناك خلافات عميقة أو اختلافات عميقة في الرؤية لإدارة شؤون العالم بين البابا فرانسيس وبين القادة السياسيين في أوروبا لا علينا أن ننسى أن البابا فرانسيس يأتي من دولة أو هو البابا الأول الذي لا يأتي من أوروبا يأتي من الأرجيطين وهي الدولة كانت مستعمرة مستعمرة إسبانية على هذا الأساس التركيز الواسع للبابا فرانسيس في التعاطي بشأن الأوروبي هو من زاوية التعاطي مع المهاجرين واللاجئين خصوصا الذين يمنعون من الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي أو يغرقون في البحر المتوسط للبابا فرانسيس رؤية واضحة بهذا الشأن هو يعتبر بأن أوروبا الثامن عشر والتاسع عشر الثورة الفرنسية حقوق الإنسان وإلى ما هنالك هذه الأفكار المبدعة أو الإبداع في الوصول إلى الأفكار لن تعود أوروبا إلى هذه المرحلة إلا إذا عادت واستندت إلى الشباب إلى الدمر الجديد بغض النظر عن العنصر عن لون البشرة عن الانتماءات الدينية أو السياسية أو الفكرية لهؤلاء إن كانوا أتوا من الشرق الأوسط أو من أفريقيا أو من أي دولة طيب منظر ما هي القدرة والدور والحيثية التي يمتلكها الفاتيكان على كافة المستويات البابة نتحدث تحديدا لسيمة دبلوماسية منها القوة الناعمة القوة المعنوية الكبرى للكنيسة الكاثولوكية في الفاتيكان رغم أنها دولة زاد مساحة جغرافية محدودة جدا الفاتيكان إلى أنه لديها تمثيل دبلوماسي على صعيد العالم لأكثر من مئة وسبعين دولة على الأقل هناك شبكة راديو للفاتيكان تخاطب العالم بحوالي أربعين لغة برامج دينية وثقافية وموسيقى أيضا لدى الفاتيكان قمر صناعي تم إطلاقه منذ عام ألفين على المستوى التعليمي والأكاديمي تدير الكنيسة الكاثوليكية ربما ما يصل إلى ثلاث ملايين مدرسة وحوالي ألف وسبعمائة جامعة تقريبا على الصعيد العالمي هناك منظمات اجتماعية وخيرية أيضا قائمة يعني عادة عن البعثات الدبلوماسية والأيضا التي تعنى بشؤون التعليم هناك مؤسسة كاريتاس الخيرية الدولية إذن هذه الشبكة المتطوعين العالميين باستطاعة الفاتيكان أن يشكل قوة معنوية أساسية وأيضا موضوع رعاية حوار الأديان الذي تقوم به الكنيسة أيضا هذا أيضا مؤتمر خاص كل هذه تشكل قوة معنوية وعلينا التأكيد مرة أخرى على أن شخصية البابا لها دور أساسي في كيفية أن يكون لهذه القوة المعنوية مسألة إيجابية أو سلبية للبشرية والعالم والصراعات العالمية القائمة أخيرا مسلم هل نسى شمف من خلال هذا الجدل أن صراعا يجري داخل الكنيسة نعم حكما هذا تعبير واضح كما يجري في الكنيسة حيث نرى أنه باستعجاله لتعيين الكارديناليات الذين سيسلكون وهم أغلبهم يبدو أنهم يحملون الفكر والقناعة التي يؤمن بها البابا بالإضافة إلى حواره الذي بدأ به ولم يسبقه أحد إليه وهو كأنه يتنكر لتاريخ البابا يوحن حيث التقى كما قلت مع البابا الأرتودوكسي الكارروسي في كوبا والتقى مع البابا القبطي ونسق فيما بينهم في مسائل من الأسرار اللاهوتية حيث تمت توحيدها فيما بين الكنيسة الكاثوليكية القبطية والأرتودوكسية الأرتودوكسية القبطية والكاثوليكية في الفاتيقان بالإضافة إلى الصراع الذي يراه واضحا ما بين الغرب وما بين أمريكا اللاتينية حيث يعتمد هو في أساس تحركه على خلفية الدول الأمريكا اللاتينية التي تتناقط في سلوكها مع قناعات التي تؤمن بها الكنيسة الكاثوليكية تحديدا في أوروبا الغربية وكما قلت سابقا في ألمانيا مسلم شعيتو موسى عاصي ومذر سليمان شكرا جزيلا لكم شكرا الكبير لكم مشاهدين على طيب المتابعة هذه التحليلية انتهت إلى اللقاء اشتركوا في القناة